فقد ملف مدرية المخابرات في الجيش اللبناني عن الانترنت غير الشرعي سريته منذ طرحه اليوم في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية ليقلب مسار النقاش فيها رأسا على عقب يتألف ملف الجيش من اثنتين وثلاثين افادة قدمها المعنيون في ملف الانترنت غير الشرعي الذي قال فيه توني حداد من شركة سيتكو في افادته انه مغطا سياسيا وان كل منطقة لها اوصياء عليها ومن خلال الافادات تبين ان للانترنت غير الشرعي في لبنان مصدرين الاول عبر شركة برودماكس القبرصية التي حام حولها شك في ان تكون بادارة اسرائيلية وهي التي يديرها شخص يدعى دوش يالمان اما الشركة الثانية فهي نتهاوس التركية التي يديرها عصمة يالديز وفي الافادة الثامنة لحسن مرتضى من شركة ايجل نت يقول بحسب الوثيقة انه قام بانشاء محطة في فرية لاستقدام الانترنت من برودماكس في قبرص التركية بالشراكة مع طوني حداد وبعد حوالي عشرة اشهر من استخدامها فككت قبل المدهمات وقام هو ببرمجة المحطة وتجهيزها غير ان برودماكس تبقى المصدر الاكبر مع تعامل شركتين جلوبل فيجن التي يملكها توفيق حيسو وفي اي اس بي التي يملكها هاجوب تاكيان الى جانب اخرين معها لاستجرار الانترنت غير الشرعي وشركة وانتوان التي يملكها عماد الحود الذي اعترف بانه غير الملصقات على المعدات من نوع كامبيوم قبل تركيبها لتغيير الترددات الى 5 جيجا هيرتز لكونها ممنوعة اما في قضية محطة الزعرور التي اثارت بلبلة منذ ظهور فضيحة الانترنت غير الشرعي فيشير التقرير لدى التعريف عن عماد الحود الى انه مالك محطة عيون السيمان للانترنت ومشتبه في امتلاكه محطة الزعرور في الافادات برزت تناقضات لدى التطرق الى هذه المحطة بين الشركاء والشركة نفسها فعماد الحود يقول ان محطة الزعرور كانت لتزويد المشروع بالاي بي تيفي ولكن الوصلة لم تنجح فتم فكها فيما افاد شركاه في شركة وانتوان وليد ونديم حويس ان الوصلة التي كانت مركبة بين بيروت والزعرور تستخدم ترينجو 18 جيجا هرتز وكانت مستخدمة في وقت محطة البروك اما الاشكالية الكبرى في الافادات فاتت على لسان توفيق حيصو الذي تحدث عن معدات اسرائيلية في المضبوطات العائدة الى الشركة وانتوان التي يملكها عماد الحود في المقابل افاد باتريك ابراهيميان من شركة في اي اس بي التي يملكها تاكايان بان اوجيرو تلزم الشركات تركيب اي اس ار راوتر وما فوق وجميعها يحتوي على سي بيو من شركة ايزاد شيب الاسرائيلية وفي اخر ما كشفه تقرير الجيش اللبناني في لجنة الاتصالات فان الكابل البحري الذي كشفت عليه شركة اوجيرو مدعية انه كابل انترنت غير شرعي هو عكس ذلك فهو مجرد كابل لتوزيع المحطات التلفزيونية وذلك بعد الكشف عليه ومعينته باسل العريض قناة الجديد